يبدو أن لجنة الخبراء الحكومية المكلفة بتقييم مرشحي الكتل السياسية للحكومة الجديدة باتت شبه معطلة بعدما امتنعت غالبية القوى والأطراف عن تقديم مرشحها إلى رئيس الوزراء مما حدى بالعباد التراجع عن فكرة تغيير كابينتي الوزارية بشكل جوهري وكلي والاتجاه إلى اعتماد خيار التغييرات الجزئية يفترض أن يكون هناك مرشحين من التكنقراط سواء كانوا من كتل أو من مستقلين هذا يأخذ بعض الوقت وحالما تنتهي تلك الكتل تقدم توصياتها إلى السيد رئيس الوزراء طبعا أشار السيد رئيس الوزراء إلى أن التعديل الجوهري ربما يكون جزيا أو هذا مترك لي رئيس الوزراء وفي ضوي ذلك تعالت أصوات بعض الجهات السياسية والدينية للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بعدما أحجمت هذه الكتل عن تقديم مرشحها إلى رئيس الحكومة معظم الكتل سواء داخل التحالف الوطنية أو الكتل السياسية الأخرى تحتاج توضيح أكثر بخصوص الكتب التي تم إرسالها من مكتب سيد رئيس مجلس الوزراء الكتل السياسية والتي يطالبها بتقديم مرشحين طبعا بالتأكيد لم تحدد مواصفات هذا المرشح والوزارة التي سوف يتسنمها وبالتالي أتصور معظم الكتل السياسية أحجمت عن تقديم مرشحين لعدم وضوح المنهج الذي تسير به الحكومة تجاه رؤيتها للوصلاح التحضيرات اللوجستية لإجراء أي عملية اقتراع تشريعية تتطلب فترة قد تصل إلى أربعة أشهر وتحتاج إلى مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار مفوضية الانتخابات جاهزة باعتقادي من الناحية الحرفية على إجراء الانتخابات إذا ما قررت هذه الانتخابات قبل فترة مناسبة تستطيع المفوضية من استكمال استحضاراتها وإجراءاتها في ظل هذه الظروف مع التقليص ومع التقشف لا يقل عن 150 مليون دولار لإقامة انتخابات تشريعية في الوقت الحالي بين الاعتصامات المفتوحة التي تشرف على أبواب المنطقة الخضراء وهي تطالب بإجراء تغييرات جذرية وبين مواقف الكتل السياسية المتمسكة بوزرائها يقف العباد بين الفريقين في موقف قد لا يحسد عليه من بغداد محمد صباح المدى